زيارة وفد من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال لسلطنة عمان تهدف إلى الاطلاع على تجربة سلطنة عمان في ريادة الأعمال ورفض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومعرفة حجم إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي تهدف هذا الزيارة للوصول إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تخدم قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان هو الأمر الذي سيساعد نشر ثقافة ريادة الأعمال تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشقيع الشباب على دخول ريادة الأعمال وكذلك تشقيع الشركات الناشئة القائمة على ابتكار والتقنية وعبر حلقات العمل النقاشية وجولات تعريفية تم إطلاع خبراء المرصد العالمي على منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عمان والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة وحاضنات الأعمال كما تم استعراض المبادرات المحلية التي ترفض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لنا الشرف باستضافة حلقة عمل تطوير منظومة ريادة الأعمال في السلطنة التي نستضيفها اليوم هنا بمختبرات عمان تل الابتكار تزامن بزيارة وفد المرصد العالمي ريادة الأعمال على أمل أن تخرج هذه الحلقة النقاشية ببعض التوصيات لتطوير منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في عمان زيارة مثل هذا الوفد هنا لنا في مختبرات عمان تل الابتكار تمثل لنا نحن كشركات ناشئة فرصة وهي الفرصة التي ساهمت في خلق مثل نقول هذه الشركات الناشئة التي نحن منهم ووصولنا للمراحل التي وصلنا فيها وعلى مدى ثلاثة أيام سيطلع فريق خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال على تجربة سلطنة عمان في ريادة الأعمال وآلية رفض المؤسسات والتعرف على جوانب الدعم والتسهيلات المقدمة وإسهامها في العائدات الاقتصادية للنهوض بمؤشر أداء سلطنة عمان في مجالات ريادة الأعمال نحن نمثل المرصد العالمي لريادة الأعمال وتتلخص توقعاتنا اليوم في التعمق أكثر في بيئة ريادة الأعمال في عمان ولدينا ما يقرب من خمسين فريق وطني لإجراء بحوثنا المتعلقة بهذا المرصد ويسعى تقرير مرصد ريادة الأعمال للوصول إلى توصيات علمية تزود صناع القرار بأبرز المفاهيم والنتائج للارتقاء بالمنظومة الوطنية لريادة الأعمال تعزيزا لمكانة السلطنة عمان عالميا في مؤشر مرصد ريادة الأعمال ومن المؤمل أن تثمر زيارة وفد المرصد العالمي لريادة الأعمال في سلطنة عمان في الوصول إلى توصيات علمية لتزويد صناع القرار بالنتائج والمؤشرات للنهوض بمؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة والناشئة محمد بن عمير الهنائي محافظة مسقط